فتق حجاب الحاجز هو توسع بيكون في عضرة الحجاب الحاجز محل ما المريء بمرؤ من القفص الصدري للتجويف البطني وهنا بهاي الحالة بيكون في زيادة لشعور المريض بالعوارض زي الإرتاد المريئي والحرقة وهذه الأمور نعم طيب إذا بدنا نقول أنه اليوم هناك عوامل خطر مساهمة بهذا الفتق هذه العوامل هل هي وراثية وراثية فقط ولا هناك كمان عوامل أخرى مش كتير وراثية ممكن يكون ناس عندهم كونجنتل هي تسهرنية بسموها بس الأغلب هي بتكون نتجة زيادة العمر العوامل الثانية زي مثلا أي شيء بيزيد في ضغط التجويف البطني زي مثلا الحمل الناس اللي بيحملوا أوزان تقيلة وأثقال الأثقال نعم ممكن كمان الترومة اللي هي يصير في عندك طعن أو يصير في عندك إنجوري على البطن العمليات الدخان الشرب القهوة ممكن كمان إنها تعمل ريلاكسيشن يعني بتصير العضلة منبسطة بدأ ما هي مقبضة فتتريح فبصير في عندك زيادة في الارتداد تمام دكتور تأثير العمر والجنس على هذا الأمر يعني هل فتق الحجاب الحاجز يحدث بعد الخمسين أو عرضة أكثر الأشخاص بعد عمر معين وهل في فرق بين الرجل والمرأة بنسب الإصابة طبعا أقل من عمر 40 سنة يعني تقريبا الإنسدنس بتكون 10% فوق الخمسين بتزيد طبعا نص الناس البالغين بيكون في عندهم فتق الحجاب الحاجز اللي هو أكثر من الخمسين فما فوق طبعا النساء ممكن يكونوا عرضة أكثر من الرجال في حدوث الفتق الحجاب الحاجز بس طبعا الأعراض في ناس بيكونوا عندهم فتق الحجاب الحاجز من دون ما يكونوا حاسين أنه عندهم فتق الحجاب الحاجز ما بتعمل أعراض مرات في ناس بتعمل أعراض اللي هو الارتداد المريئي والحرق في ناس لا ما بيحسوا فيها يعني إحنا متى لازم نروح ونتعامل مع هذا الموضوع حتى لو كان ما عم بيصير فيه أعراض يعني أمتى لازم نبلش نفكر أنه يمكن يكون صار معانا فتق هلا طبعا المريض اللي عنده فتق بحجاب الحاجز بيكون في عنده ارتداد مريئي بيكون مرات صعوبة في البلاء بيحس أنه اللقم بتعلق تحت عنده آخر المريئة والراس المعدة بيحس بحرقة بيحس بارتجاع الطعام ممكن يحس بي يعني وجع في الصدر نعم إحنا الحجاب الحاجز دكتور عم نحكي عن هذه المنطقة نعم هي واصلة آخر الصدر أول البطن أول البطن هو عضلة الحجاب الحاجز هي اللي تستخدم في التنفس تمعم بتساعد الرئة عشان تنقبض وتنبسط تطلع وتنزل مع التنفس بس هي في منطقة بيكون فيها زي يعني زي رنج زي دائرة نعم بيمر فيه المريء من البلعوم للمعدة وعشان هيك التأثير مباشر بكوه نعم فهي الوظيفة تبعتها إنها تفتح لما الأكل ينزل وتسكر بسموها البوابة الفؤادية وتسكر عشان الأكل ما يرجع من المعدة للمريء تمام ويستفرغ المريء في المتكيف هذول الناس في بيكون عندنا مرات نفسها الدائرة هاي متوسعة اللي هي حولين المريء هاي بسميها فتق في الحجاب الحاجز أو بيكون ما فيش فتق في الحجاب الحاجز بس بيكون العضلة الفؤادية هاي مرتخية مرتخية نعم مرتخية زيادة عن اللزون تمام طيب طريق الطبي والعوامل الشخصية يعني اليوم لما نحكي عن إصابة بالفتق ونتطلع على الطريق الطبي إيش ممكن يأثر أمراض أخرى غير اللذكرناهم وغير العوامل الذكرناها؟ طبعا يعني عندك أنت الارتداد المريء هو من أهم الأشياء اللي الواحد بحس فيها ليش؟ لأنه الحمض لما بيطلع من المعدة على المريء المريء مش متعودي تتعرض لهذا الحمض فبيصير المريء بحس بحرقة هلأ في ناس ما بيحسوا بإشي لأنه بيكون عندك النهايات العصبية مش موجودة فبيصير عندك ارتداد مريء بسبب عندك ارتجاع هلأ كترة الارتداد المريء بيخلي المريء يلتهم هذا التهاب كيميائي يعني هو من زيادة الأحماض بتعمل تشققات في الطانط المريء فبيصير عندنا ارتداد مريء والتهاب منه نعم بسمه reflux esophagitis على المدى البعيد تتحول بطانة المريء من البطانة الخاصة في المريء لبطانة تشبه بطانة المعدة هذا بسموها مريء بارت بارت اسوفيجوس هلأ على هذا طبعا لما بتصير عندنا بارت اسوفيجوس أو مريء بارت مع الوقت بيكبر ببلش مثلا نص سنتي بني بسير سنتي تلاتة سنتي عشر سنتي هذا بزيد من احتمالية انه المريء يصير عنده سرطان في المريء نعم طبعا نسبتها قليلة ولكن بتصير نعم نحن عادة انه الاعراض تبعت الارتداد المريء بتأثر على حياة المريء بالكوليتي اوف لايف تبعته بتقل ببطل قادر يشتغذي العالم والناس ببطل قادر يعني يكون مبسوط بحياته فهذا الحكي طبعا لما يصير بتضطر انه المريض يلتجأ للطبيب حتى يشوف شو القصة والآن نتحدث عن التشخيص اذن ونتحدث عن احدث التطورات اللي حاصلة بما يخص تشخيص الفتق للحجاب الحاجز هلأ التشخيص الحجاب الحاجز هو يا اما بالاشعة او بالمنظر بالاندوسكوب بالاشعة الواحد ممكن يعمل سموها باريوم سولو يعني يبلع مادة الباريوم اللي هي المادة الملونة اللي بيبلعها المريض حتى ياخدوا اكس راي ويشوفوا كيف هالكونترست او هالمادة الملونة بتنزل من المريء للمادة ويشوفوا اذا فيه فتق بحجاب الحاجز او ارتداد مريء الصورة الصينية الصورة السيتي سكان الطبقية كمان بتبين فتق بحجاب الحاجز لانه بيكون في منطقة بالمعدة تفتق يعني بتبطل راس المعدة موجودة في تجويف البطن فبطلع على التجويف الصدري عن طريق هالفتحة الموجودة بالحجاب الحاجز فهيك الواحد بشخص الحجاب الحاجز فتق بحجاب الحاجز وبيكون طبعا جزء من المعدة فيها او بيكون جزء جانبي من المعدة هو اللي عامل فتق او متغير موقعه في هالدائرة اللي هي بتكون يعني منيحة بسموها بارايسوفيجيال هيتوسهرنية نعم الطريقة الثانية هو التنظير طبعا نعم بروح المريض بيكون صايم بروح على المستشفى الطبيب يدخله المنظر من تمه على المريء على المعدة وبيشوف الفتق بعيونه نعم طب دكتور يعني خلينا نحكيك في آخر دقيقة نصائح على كيفية إذن الإصابة كيفية تقليل نسب الإصابة بالفتق وأيضا السلوكيات اليومية والتغييرات في نوة الحياة اللي ممكن تؤثر إجابا على الشخص بحال أنه كان عنده فتق بالحجاب الحاجز يعني طبعا تقليل الحمل الأوزان الثقيلة تخفيف الكوفي الأهوة الدخان أنه المريض ما يعمل أشياء بتزيد من ضغط البطن طبعا العلاج بيكون باستخدام الأدوية اللي بتطبط أو تمنع إفراز الأحماض في المعدة وإذا كان المريض استجاب للعلاجات فهذا إشي كويس إذا المريض لسه عنده أعراض بالرغم العلاجات بيلتج إلى العلاج الجراحي اللي بيسووا فيها تكميم لرأس المعدة للفتق بيصغروا لا إما جراحيا بيفتحوا البطن أو عن طريق المناظر هاي تختلف عن التنظير تبع الجهاز الحاجز أكيد ولكن دكتور اليوم هيك بعد العملية احتمالية تعودت الفتق موجودة واردة؟ يعني نجاح العملية بتوصل لتسعين بالمية بس للأسف إنه عودتها نعم بتوصل لنص الـ 50% بعد خمسين أو عشر سنين أكيد إله خاص بالسلوكيات أيضا اليوم آه طبعا إله خاص بالسلوكيات نعم شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا أهلا